اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة تنظر إلى الغرفة كشريك في تحقيق الأهداف التنموية وأن الطموح كبير وثقة عالية في مجلس الإدارة المنتخب لتعزيز أداء الغرفة والإضافة إلى ما حققته عبر مسيرتها تاريخية العريقة من منجزات في خدمة الاقتصاد الوطني معرب أن نسموه عن تقدير الحكومة البالغ لدور التجار ورجال الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية لافتا سموه إلى أن أبواب الحكومة مشرعة أمام القطاع الخاص لتذليل أي عقبات تعتري مساهمتهم في المسار التنموي وإننا عندما نتعامل مع ملاحظات التجار ونوليها الاهتمام فنحن ننظر لهم أنهم مواطنين ويستحقون الدعم واحتياجاتهم يجب أن تأخذ بل أن تأخذ طريقها للتنفيذ والتلبية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسيد خالد عبد الرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في الدورة السابقة وسيد سمير عبداللناس الحائز على أعلى صوات في انتخابات الغرفة الحالية بحضور كبار المسؤولين بالمملكة وعددا من رجال الأعمال وخلال اللقاء كذا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اسناد الحكومة لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في رعاية التجار والحفاظ على مصالحهم وحتى سموه على ضرورة الاهتمام بوحدة القرار التجاري فذا يعطيه التأثير والقوة وأن يكون الشغل الشاغل للجميع هو السمو بمصلحة الوطن والارتقاء بمكانته التجارية والاقتصادية قليميا وعالميا وعرب سموه عن شكري وتقديره للجهود التي بدلها مجلس إدارة الغرفة السابقة برئاسة السيد خالد المؤيد وما أسهم به من دور إيجابي في تمثيل ورعاية مصالح التجار وتعزيز مكانة الغرفة وشريك فعل في كل ما حققته البحرين من تطور وتنمية وشهد سموه بما شهدته انتخابات مجلس إدارة بيت التجار من أجواء اتسمت بالرقي والتحضر وهو الأمر الذي يعكس مدى عراقة هذه المؤسسة التي كانت وستظل أحد الواجهات المشرفة للاقتصاد الوطنية وقال سموه إن ما تشهده المملكة من نماء وتقدم على الصعيد الاقتصادي هو ناتج جهود تشاركت في إنجازها أجيال متعاقبة من التجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين الذين أرسوا الدعائم الأولى لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والتي باتت تشكل عصب النشاط التجاري وكان لهم إسهاماتهم في دعم برامج التنمية المختلفة وكذا سموه دعم ومساندة الحكومة للغرفة وكذلك الحرص على الوقوف إلى جانبها من خلال التشاور والتعاون المستمر في كل ما يخص تطوير بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وقدرة على مواكبة الحركة الاقتصادية في المملكة وأكد سموه أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل محورا جوهريا للنهوض بمعدلات النمو في كافة القطاعات وقال سموه إننا نتطلع إلى الغرفة كسند للحكومة في تحقيق الأهداف التنموية وتنشيط عجلة النمو وتنمية العلاقات الاقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة بالشكل الذي يدعم المكانة الاقتصادية للمملكة من جانبه أشهد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورته السابقة بالدعم المتواصل من سمو رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللمسيرة التجارية فيما شهد سمير ناس بما يوالي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تقديمه من مساندة لتعزيز الحركة التجارية ومساعدة التجار ورجال العمال في أنشطتهم شكرا شكرا شكرا